كن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول لقد قال الكلام في خطم التأمين فلو بينتم ذلك مع التفصيل السافي ينتفع ذلك التأمين معناه أنك تأمن على ممثلتاتك ضد الثلاث تأمن على بضائعك ضد الغرق في البحر وتأمن على متاجرك ضد الحريق وتأمن على كياراتك بل يأمنون حتى على بيوتهم ويأمنون على أجسامهم وعلى أعضائهم يدفعون للشركات مثالا والشركات يتكفل بثلاث ما يحصل من الحوادث ومن النقص ومن التلف وهذا عقب على مجهول هذا عقب على مجهول ومغامرة وفيه أكل لأموال الناس المشاهدين بالباطل فيه مغامرات ومخاطرات وفيه ربا تدفع سيء من المال للشركة وهي إذا حصل عليك حادثة وحصل تدفع مبالغ طائلة في مقابل هذا الذي دفعك هذا عبا عبا صريح وغرر وجهالة وأكل لأموال الناس بالباطل فالتأمين بجميع أنواعه باطل سواء التأمين على الحياة أو التأمين على التجارة أو التأمين على الممتلكات لأن كله من المخاطر ومن الغرر ومن الجهالة ومن القمام فتدفل به آفات كثيرة والمسلم يتوكل على الله يعتمد على الله وإذا أصابه شيء فإنه يرضى بقضاء الله وفجره يفلح الأمور التي حصل فيها تلفيات أو حصل فيها نقل يفلحها على حكابه يفلحها على حكابه هو وما يحصل من إخلاحات تكاليف إخلاحات تكون عليها وأما أنه يأخذ أموال الناس ويحمل الناس ما يحصل عليه من حوادث فهذا فيه ظلم وجور وفيه غرر وجهالة وفيه ربا وفيه قمار وفيه بناو لا يتمع فيه عزة آفات فقد خدر من حياة اكتبار العلماء ومن المجامع الفقهية حرارات تحريم التامين التجاري لجميع أنواعي تحريم التامين التجاري لجميع أنواعي في أي شئ يسمي